ينهضون مبكرا منذ ساعة الخامسة فجرا حيث الشوارع خالية إلا من وقع أصوات رياضيين يتجمعون كل يوم في أكثر من أربعة عشر مكانا للتدريب في صنعاء لتأدية قرابة أربعة وثلاثين تمرين صباحية على مدار السنة 365 يوم في السنة رياضة ظاهرة جميلة ظاهرة رياضية ظاهرة تحولت إلى أن تكون ظاهرة اجتماعية وإنسانية وسياحية أيضا كانت فكرة أحسن فريق تشكلت بمجموعة قليلة جدا جدا من الأفراد ثم توسعت وأعتقد أن وراء هذا التوسع الكبير هو أن كل من يشارك أحسن فريق تمارينه يشعر بأنه كان يفقد شيء وبالتالي حصل عليه مع أحسن فريق هذا وجدنا فيه السعادة والنشاط والصحة نخرج الصباح في الجاول العليل والأشجار الحلوة والوجيه الطيبة هذه لوحدها تكفينا وبعدين نقوم بالإحماء الجاري والمشي ومارسة تمارين رياضية منها 34 تمارين سويدي أحسن فريق هذا هو اسمهم حيث بدأت الفكرة باجتماع عدد صغير من كبار السن يعرفون أهمية الرياضة لصحة أجسامهم ووقايتها من الأمراض ثم زاد العدد وكبرت الفكرة وتوسعت لتصبح ظاهرة اجتماعية صحية متواجدة في أكثر من محافظة يمنية فهذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط فهي ملتقى يومي للتعرف على أشخاص جدد وتبادل العديد من المهارات والخبرات بين المشاركين أحسن فريق في حالة تشكل وتمدد لأنه كما قلت كل من يشارك يعني إحنا لما نعرض على شخص يلتحق شخص مش عارف صديق نقول له تعالى الحديقة تعالى أحد فرق أحسن فريق وشوره قول فجي إذا عجبتك التمارين واصل ما عجبتكش يعني ما فيش حاجة تلزمان الجميل في أحسن فريق هو تلقائية وبساطته العضل لا يلتزم بأي شيء حتى على مستوى الزي يستطيع أنه يبدأ مرست الرياضة بأي زي يفضله الآن ما هو محصورة على فعية معينة ولا ملزوم الزاميا وإنما حرية في كل واحد يجي ووقت ما تشتي وطوح ما تشتي ولكن واحد ما رساء يحاول أنه لابد أن يجيب بإذن الله سبحانه وتعالى حتى لو رجع يرقض حتى البطانية ما فيش نوع فنقدر الجسم تعود على تمارين طيبة ووقت متزع وكلها ما في الأمر ساعة من أولها لآخرها تمشي يعني نص ساعة خمسة وارمين دقيقة تمارين تمارين طيبة بوجوه سعيدة وأصوات مفعمة بالطاقة يهتفون بحماس أثناء تأدية تمارينهم اليومية والكثير من كبار السن الذين انتظموا في التمارين الصباحية كل يوم ولأعوام عدة رأوا انعكاس ذلك على صحتهم النفسية والجسدية بل إن البعض منهم ترك أدويته بعد أن تعافى جسده من مختلف الأمراض لتبقى الرياضة كنز لمن أحبها وواضب عليها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر